اخر خبر محلي برضو مصر نظامت من يومين بطولة الحقيقة نجحت بشكل كبير جدا والعالم كله كان بيتابعها الحقيقة وهي بطولة كوبرو لمحترفين او بطولة كوبرو لجمال الاجسام كانت لهواة وللمحترفين اتنظمت في مدينة 6 اكتوبر على احد المسارح والستيج وطبعا شارك فيها من الدعاية النجم الكبير بيجرامي والحقيقة حصل فيها امور كتيرة كويسة لمصر في هذه اللعبة تأهل شكري وامبابي لميستر اولومبيا لعب اتنين راحيين ميستر اولومبيا كمان وتام اللعبين مصرين هيحصلوا على ابطاقات احتراف المحترفين لما بيلعبوا اللي بيفوز منها بيروح لميستر اولومبيا في الاتنين في الوازنين اللي هو الـ Bodybuilding و 2-1-2 اللي بياخد اول بيروح ميستر اولومبيا على طول هو اول تمانية بياخدوا بطاقات احتراف معنى كده بالكلام اللي انا شايفه ده انه احنا السنة الجاية بإذن الله من إمامها هيكون عندنا خمس لعيبة مشاركين في ميستر أولومبيا كأكبر عدد من المصطين شاركوا على مدار التاريخ البطولة دي شارك فيه عدد كبير جدا جدا من اللاعبين المصطين والأجانب وأصفرت نتاج اللاعبين المحترفين في البادي بيلجين زي أولت حضركم عن فوز الكندي ريجان جيمس بالمركز الأول مش مصري والحكام بالمناسبة جايين من ميستر أولومبيا العالمية مش حكام مصريين ومحمد شعبان جي في المركز الثاني والإنجليزي سامسون داودة جي في المركز الثالث ومحمد طاح عبد الفتاح في المركز الرابع ومحمد الإمام في المركز الخامس في وزن 2-1-2 جي محمد إمبابي زي ما قلت حضركم في المركز الأول وتأهل لمستر أولومبيا وأحمد الورداني جي في المركز الثاني ومحمد صلاح في المركز الثالث وجاء الإيطالي باسكولي أنجيليو في المركز الرابع وقائل مكي في المركز الخامس وفي الكلاسيك فيزيكس نجح الأسباني جوزي ماريا في الفوز في المركز الأول وحل الروسي أرتيم بوتشكوب في المركز الثاني وبيتر مولنار في المركز الثالث طبعا زي ما حدركم شايفين الحكام كلهم وعلى فكرة براليمبك كمان شارك منظر جميل حقيقة كان لمصر الحقيقة كل العالم طبعه الميديا العالمية طبعيته البراليمبك كمان شاركه على فكرة في البطولة دي والحقيقة مشاركة المصريين مع الأجانب أنا أكتر من 400 أو 500 لاعب أجنبي ومصري كانوا موجود الاستيج خلفية فرعونية زي ما حدركم شايفين جول أبطال عالم في بلادهم فلما يجوا يشاركوا في مصر يعني حاجة جميلة وقد إيه ووصل العالم كله طبعا ده طبعا الأسطورة بيجرامي مش محتاجين نتكلم عنه كان يعني وجه كلمة وشكر السيد الرئيس على يعني أنه هو يدى دعم للرياضيين وشكر طبعا كل المسؤولين عن رياضة حاجة جميلة وحاجة لما بتحط مصر قدام منبقى إحنا سعداء دي كانت أخبارنا نهاردة خليني أطلع لفاصل عشان نقابل الأسطورة ونقعد معاون الكامل ترجمة نانسي قنقر